الفطيرة التركية او اي فطيرة سموها شما بدكن بس المهم طعمه غير كل شي فطيرات عملتوه عجيني كتير سهله حشوه ومميزه طعمه طيب اذا كنتوا اول مرة بتزوروا قناتي لا تنسوا تضغطوا على مربع الاشتراك والجرس لتوصلكن اشعارات بالفيديوهات الجديدة اذا كنتوا من متابعيني اهلا وسهلا فيكن راح نبدأ بتحضير الحشوة تقريبا بدي 3 الى 4 معالق زيت زيتون او ممكن زيت نباتي انا عم بستعمل يوم زيت زيتون بدي يشوح معهم على نار عالية صدر دجاج مقطع قطع صغار صدر يعني بيطلع تقريبا شي 200 جرام راح ابدأ اضيف المطيبات اللي هنين بهارات الماجي حطيت معلقة كبيرة حطيت معلقة كبيرة من الخردل ونص معلقة كبيرة من الزنجبيب طبعا البهارات متل ما انتوا بتحبوا بس هاي التشكيلة كتير طيبة بلش اضيف الخضراء عندي جزار مقطع فليفلي خضراء بصلي كبيرة مفرومة ناعم يعني بالنسبة للخضار متل ما انتوا بتحبوا ثلاث حبات من التوم مهروسين وبدأ بشوح كل ياتوا على نار عالية لسه ما ضفت الملح هلا منضيف الملح لما بيتغير لون الدجاج هيك بيضل الدجاج كتير طري وبينطس كل هالبهارات اللي انا حطيت له ياها رشة صغيرة من جوس الطيب ولقيت عندي شوية فليفلة حمرها يمتلجة حطيتها كمان فينا نحط مشروم فينا نحط فطر اللي بتكون ياه اللي حينقل هالحشوة نقلة ويعطيها طعم كتير مميز هو السويا سوس معلقة كبيرة مليانة من السويا سوس اذا بتحبوا اي انواع سوسات ممكن ممكن كاري ممكن سوس الباربيكيو بس هالتوليفة كتير طيبة بشوحها بخليها لحتى تتشربها السوس وبتركها لحتى تبرد رح نبدأ بتحضير العجينة ما بتاخد معي وقت ابدا بدي كوبيين من الطحين طحين عادي متعدد الاستعمالات بدي فعليهون معلقة صغيرة من الخميرة وبدو فعليون كمان معلقة صغيرة من السكر ببدا بيقى اللبن مع بعضون حتى الخميرة تختلت بالطحين معلقة كبيرة مليانة من اللبن الروب الزبادي معلقة كبيرة من السم export او الزبديا أو ممكن بدالة معلقتين كبيرة زبدة كبار من الزيت النباتي او زيت الزيتون يعني ايا معلقتين من زيت الزيتون او زيت النباتي نبدأ منضيف الماء بدرجة حرارة الغرفة دافي مايكون بارد ومنضيف شوية ملح نسمع لقصغيرين من الملح ومنبدأ نعجن انا بضيف الماء دائما شوي شوي حتى ما ضيف زيادة مي وتختلم الموازين عندي وارجع بضيف طحين وارجع نضيف ماء شوي شوي هلا عجينة ما رح تحتاج مني لا مجهود ولا تعب مجرد انه بلمون على بعضهم هيك مجرد التمو اختفى الطحين خلص بوقف عجل بديها هيك عم تلزق باليد اخليها ترتاح على جناب ما بدأ اكتر من عشر دقايق بتكون جاهزة هلا حابدأ حضر عجينتي رشية رشة طحين على الطاولة وببدأ بقطع العجينة لقسمين طبعا سخنت الفرن المعجنات تدخل على فرن ساخن جدا القسمين تقريبا قط بعضون وببدأ ابرق القسم الاول طبعا هاي الفطيرة ممكن نحط فيها حشوات كتيرة ان كان لحم ودجاج جبن كل انواع الحشوات اللي بتخطر ببالكم ممكن نستعملها بها الفطيرة هيك ساويتها دائرة وهلا بدي انقلها على صينية او اي بورد هلا فينا فورا ننقلها نحنا على صينية الفرن ما في مشكلة بس انا حبيت ان يشكلها برا وبعدين انقلها على صحن اللي بدي يحطه بالفرن فممكن انتو تاخدوا هالقطة العجينة وفورا تحطوها بصينية فرن مدهونة بشوية زيت عما رق الطبقة الثانية اللي بدنا نحطها بالاعلى ضروري تكون الطبقتين العجين مو سماك كتير يعني تكون طبقة متوسطة الى رقيقة اطيب هيك صارت عندي الطبقة التانية رقيتها وهي الاولى رح ابدأ حط حشوتي الباردة ضروري تكون الحشوة عندي باردة موزاريلا ورح ضيف على هالحشوة جبنة موزاريلا وممكن نضيف اي نوع من انواع الجبن اللي انتو بتحبوه رح حط طبقة الثانية من العجين فوق وبدي سكر الاطراف واتنيهم للأسفل وفورا هلا بدي اخذها وحطها بصينية الفرن صينيتي حطيت لها شوية زيت انا حط ورقة زبدة ممكن ما تحط ورقة زبدة وعم بدهن اطرافه ممكن نضهن بسمنة زيت او زبدة ما بتفرق وبحط عجينتي بقلبها صينية وبخليها ترتاح بس خمس دقايق وفورا على الفرن طبعا تاخد تقريبا خمسة وعشرين دقيقة لحتى شوف هيك الجوانب صار لون اشقار هون بشعل الفرن الاعلى لأعطيها لون ذهبي هلا حاندهن السطح اما مندهن بزيت او كريمة او حليب او بيض اليوم انا عم بدهن بصفار بيضة حطيت له يعني نصف معلقة صغيرة من الخل بخفوقه هيك مع بعض وهذا بيعطيني لون حلو لرفطيرة حطينا على السمسوم وحبة البركة وعلى الفرن نقدمها بنفس الصحن اللي حطيناها فيه او بنفس الصينية وفيني اقلبها انا رح اقلبها وقدمها شو طيبة اللي بتكون دافية يعني قريبة لاستخنة لستجبني هيك عما تشط وتمط وتسيح الحشوة الحشوة غير شكل الادمالة طيبة وطبعا العجينة طرية طراوية ما بتتخيلوا ضروري تجربوا هالوصفة من قطيب الوصفات بهالعجينة الروعة وبشوفكن بالفيديو الجاي